موسيقى ستة ابريل ده مش مش جامعية خيرية حنقفلها ولا شركة ستة ابريل ده كيان في الشارع موجود جوانا في قلبنا في مشاعرنا كل واحد ندل مظاهرة من قبل الثورة حتى دلوقتي يشارك سواء هو عضو ستة ابريل او مش عضو بس بيؤمن بحق التظاهر السلمي فانا بعتبره ستة ابريل انا بعتبر نفسي ستة ابريل حتى لو ان انا عمري ما كنت عضوة فيها فعلية فبنقول للقاضي اللي اصدر القرار ضد ستة ابريل وحلا حيصدر اكيد قرار ده الاشتراكين السوريين وضد كفاية وضد كل المنوعات اللي موجودة حاليا او اللي حتى توجد في المستقبل احنا لا نعترف بكم وسنضل نناضل ضد قانون التظاهر اللي هو حق وليس فوضى التظاهر حق وليس فوضى كما زوج الامر ان التظاهر ده فوضى احنا عمرنا في كل مظاهراتنا من 2005 من اول ما كفاية ابتدت وبعد كده ستة ابريل وكل مجموعات التانية حتى اليوم مفيش ولا مظاهرة احنا اشتركنا فيها او القوة السورية دعت اليها وكان فيه اي فوضى من اطراف لينا فاللي بيدعي ان احنا بنخلق الفوضى ييجي يثبت لنا ده احنا مستمرين في نضالنا من اجل القانون ان الغاء قانون التظاهر وعدم التسييس كل كل الكلام اللي بتقال دلراسي على كل شباب 25 ينايل وثورة 25 ينايل ان دول كلهم اعداء الوطن وخوانا انا لغاية الناس ما شفتش ولا دليل كل كلام اللي بتقال على التمويل اجنال انا ثلاث سنين بنسمع اصل ستة ابريل مموليه طيب فين؟ ما فيش اي قدلة واحنا عارفين لنا كل ده كلام فاضي ولا فيه اي اساس فهم مش هيقدروا حتى لو سجلونا واعتقلونا مش هيقدروا يقتلوا الفكر اللي فينا ولا النضال ولا الحلم واحنا مستمرين وزي ما علاء قال دولة العواجيز الى الزوال واحنا الشباب القاضمون وما احنا كده كده